واجهנו لودعوت אנחנו مفرسمين لفي موديين של شباك وامان שמروان إيسا خسال בתקיפה שביצנו לפני كسبوعיים يحد עם رازي أبو طماء طال دانيال هاجاري على العالم مبارح وأعلن اغتيال المسؤول رقم 3 بحماس مروان إيسا عم تزعم إسرائيل أن قتلت عيسا بهيد العملية بتسعة أدار بس الإعلان الإسرائيلي ما بيحسوم لغزي الاغتيال أولا لأنه حركة حماس شككت بروية الاحتلال وما صدر أي نفي أو تأكيد من كتائب القصام أنه لا ثقة في رواية الاحتلال عن اغتيال القائد مروان إيسا والقول الفصل لقيادة كتائب القصام تانيا الإعلان عن اغتيال إيسا ما إجا من إسرائيل بالبداية الإدارة الأمريكية كانت أول من أعلن اغتياله قبل أسبوع تقريبا ووقتها حتى إسرائيل ما أكدت الخبر لماذا طرع الإعلان الإسرائيلي هلأ عن اغتيال مروان إيسا أكيد مش لأنه الاحتلال لقى جده وإلا كان عرضه بدل ما يعرض مشاهد من بيت الدعاء أنه بيت مروان إيسا بالبراج الأرجح أنه الإعلان هلأ عن الاغتيال هو لتقديمه كأنجاز بيرضي الشارع الإسرائيلي وبسكت معارضين نتانياهو ودعاة صفق التبادل ولو بشكل موقع وبعيد الزخم اللازم للعدوان والإبادة بغزة بعد صدور قرار مجلس الأمن بوقف اطلاق النار